الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا الأبناء الأعزاء في هذا الدرس الجديد والليك يتعلق بمكون تاريخ العنوان المرابطون توحيد البلاد وامتداد الدولة إذن أول حاجة سنعرف الهدف أتعرف نشأة وتطور الدولة المرابطة المغريب وأدرس معمارا دينيا القبة المرابطية نعم طبعا سنرى أمهد لتعلومي تمكنت قبائص الهاجة ابتداء من سنة 162 هجرية 1070 ميلادية من إقامة دولة المرابطين وضم الأندلوس ومن آثارهم الباقية القبة المرابطية إذن كيف نشأت دولة المرابطية وكيف توسعت كيف أدرس معمارا دينيا القبة المرابطية نموذجا هذه صورة ليوسف بن شفيل بجانبه القبة المرابطية طبعا الآن ننتقل إلى النشاط رقم 1 أول حاجة من بالأشياء المهمة في أي درس نشوفها الخط الزماني اللي يعبر لنا على مراحل تطور الدولة المرابطية طبعا تكون عندنا مرحلة تأسيس ثم مرحلة التوسع ثم مرحلة الضعف إذن كنا مرحلة تأسيس توسع أو الازدهار أو الأوج وكذلك مرحلة الضعف إذن من خلال الخط الزماني نلاحظ المؤسس هو مبايعة عبدالله ها هو نكبره مبايعة عبدالله بن ياسين سنة 334 هجرية التأسيس وطبعا هناك هناك تولية يوسف بن تشافين سنة 465 هجرية هناك في التوسع فتح الأندلوس 479 هجرية وطبعا تولية علي بن يوسف سنة 500 هجرية وأخيرا الضعف يعني سنرى دخول موحدين مراكش سنة 541 إذن دخول الموحدين سنزل إذن بعد إن شاء الله المرابطين سنجد درس الموحدين نبدأ بأتعرف ظروف نشأة الدولة المرابطية أتعرف ظروف نشأة الدولة المرابطية نقرأ النص لما وصل عبدالله بن ياسين بلاد قدالة اجتمع له من تلاميذه نحو ألف رجل من أشراف صنهاجة فسماهم مرابطين ثم دعاهم إلى جهاد من خالفهم من قبائل صنهاجة فبدأ أولا بقبيلة قدالة ثم قبيلة لمتونة ثم صار إلى قبائل مسوفة فبايعوه وكان يأمرهم بالصلاة والزكاة كان متدين حقا أقرأ النص وأرحب الخريطة إذن صنارة الخريطة خريطة الدولة المرابطية في طور النشوء بالصحراء إذن العنوان تعطينا الموضوع هو الدولة المرابطية في طور النشوء بالصحراء ثم المفتاح منطقة الظهور المرابطين مناجم الدهاب طرق قوافل مناجم الملح إذن منطقة الظهور المرابطين ها فين ظهرت مرابطين طبعا فهد الجهادي اللي هي في أدرى شنغيت أودا قوس أوليل وتافزا سنرى الأسئلة أسمي القبائل التي باعت عبد الله بن ياسين أسمي القبائل التي باعت عبد الله بن ياسين عدنا الإجابة مكتوبة ولكن سنقرأها من هنا من النص اجتمع له قلنا لما وصل عبد الله بن ياسين بلاد قدالة اجتمع له من تلمدين نحو ألف رجل من أشرف صنهاجة فسماهم مرابطين ثم دعاهم إلى جهادي من خالفهم من قبائل صنهاجة فبدأ أولا بقبيلة قدالة إذن قبيلة قدالة ثم قبيلة لمتونة ثم قبيلة مسوفة إذن القبائل يهدي قدالة لمتونة ثم مسوفة أحدد المجموعة القبالية التي كانت تنتمي إليها ومواطنها إذن قبيلة تنتميها هي مجموعة القبالية هي صنهاجة وطبعا موطنها حسب الخريطة هي هنا في شنكيت إقليم شنكيت الصخرت ماذا كان يأمر القبائل المرابطية كان يأمر القبائل المرابطية من خلال النص يأمرهم بالصلاة والزكاة يأمرهم بالصلاة والزكاة سنرى الإجابة هنا قلنا القبائل التي باعت عبد الله بن ياسين هي قبيلة قدالة قبيلة لمتونة وقبيلة مسوفة وقلنا المجموعة القبائلة التي كانت تنتمي إليها هي صنهاجة بإقليم شنكيت كان عبد الله بن ياسين يأمر القبائل المرابطية بالصلاة والزكاة الزكاة دابا هنا سنرى النص اللي هنا وثيقة أربعة لما ظهر لعبد الله بن ياسين استقامة لمتونة وجدهم واجدهادهم أراد أن يملكهم براد المغرب فقال لهم غزوتم ونصرتم دين محمد صلى الله عليه وسلم وقد فتحتم مكان أمامكم وستفتحون ما وراءكم فأمرهم بالخروج من الصحراء إلى سجل ماسا ودرهم فأمرهم بالخروج من الصحراء إلى سجل ماسا ودرهم قلنا عبد الله بن ياسين فاقيه من قبيلة الجزولة الصنهاجية عمل على تصحيح أوضاع قبيلته وتفقيهها في الدين والتوحي صويا صنهاجة فرع من القبائل الأمازي الكبرى من فروعها قلنا هي قدالة لم تنم السوفة وكانت تقيم بإقليم الشنكيت إذا من نسبة النص قلنا لما ظهر لعبد الله بن ياسين استقامة لم تنى وجدهم واجتهادهم أراد أن يملكهم بلاد المغرب فقالهم غزوتم ونصرتم دين محمد صلى الله عليه وسلم وقد فتحتم مكان أمامكم وستفتحون ما وراءكم فأمرهم بالخروج من الصحراء إلى سجل ماسا ودرعا سنال السؤال المطلوب السخد يرسوا من النص الوثيقة أربعة مناطق التي توجه إليه المرابطون بقيادة عبد الله بن ياسين ثم أبرز العوامل التي دفعت عبد الله بن ياسين لتوجه إلى هذه المناطق هي نصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم يعني الفتوحات الإسلامية بدأت أي نشر الإسلام نشر الإسلام الآن سنرى أتعرف مراحل توسع المرحلة الثانية مرحلة توسع الدولة المرابطية يعني مرحلة الإزدهار نشوفوا هذه شجارات طبعا الأمرا عندنا الأول يحيى بن عمار التي توفية سنة 348 أبو بكر بن عمار ثم يوسف بن تشافين التي عرفت توسع الإمبراطورية بشكل كبير توفية سنة 500 هجرية 1106 ميلادية وعلي بن يوسف طبعا وأخيرا يوسف تشافين بن علي تشافين بن علي إذن هذه شجارة الأمرا أمرا بيطين تازد بيحيى بن عمار أبو بكر بن عمار يوسف تشافين علي بن تشافين بن علي بالنسبة للخريطة أهم حاجة في هذه الخريطة هي خريطة الدولة المرابطية في أقصى امتدادها كنشوفوا العنوان وكنشوفوا طبعا المفتاح منطقة استقرار قبائل المرابطية ومنطلقها الأول هو هذا ثم طرقها في التجارية هنا حملات أسكرية يحيى بن عمار تبعا حملات أبي بكر اللي جمعناه نوره ثم حملات يوسف تشافين المرابطين لحكمهم إذن بالنسبة للحملات العسكرية اللي يحيى بن عمار هو هذا اللون هذا إذن مشى طبعا هيا نكبر الصورة مشى السيج الماسة ثم ضرعة إذن مشوا لحساب اللون اللي عطونا في المفتاح ثم حملات أبو بكر بن عمار هذا اللون الأحمر حملات ديالو اللي بشارينا إلى طبعا تارودانت أغمات نعم أغمات حتى هنا المراكش إذن هذه الحملات التي قامها طبعا قام بها أبي بكر بن عمار حملات أبي بكر بن عمار وحملات يوسف تشافين طبعا انطلق من مراكش يعني منه ثم وصل إلى طبعا فاس تيليمسان سيج الماسة ثم إلى طبعا إشبيليا قرطوبا بلانسيا إذن كانت حركة توسعية كبيرة أصبحت إمبراطوريا المرافقية في عهد يوسف بن تشافين سنرى طبعا هناك الوثيقة ثلاثة وكان ملكه يعني يوسف بن شفين من شرق البلاد الأندلس إلى غربها وملك المغرب من جزائر بني مرغان غرب جزائر طبعا الحالية إلى تنجا إلى آخر سوس الأقصى إلى جبل الدهب من بلاد السودان أقرأوا النص والخريطة وأستعين جزاء الأمر ثم أحددوا المناطق التي انطلقت منها حركة مرابطين سنرى هنا إذن المناطق التي انطلقت منها حركة مرابطين قلنا أدرار شنقيد طبعا جدالة سنرى هذه 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 المناطق التي انطلقت منها حركة مرابطين قلنا شنقيد إقليم شنقيد ثم سؤالتني أتتبع على الخريطة الحملات العسكرية حسب تسلسلها الزمني بالاستعانة في شجرة أمرا مرابطين يرجع لنا شجرة أمرا قلنا الحمل الأولى هي يحيى بن عمر يحيى بن عمر عمشوا الخريطة عمشوا اللون هذا حملات عسكرية اللي يحيى بن عمر قلنا هي كبرنا الصورة إذن تجه نحو سيج المنسة ثم إلى درهم بالنسبة لحملات حملات ديال بالنسبة لحملات ديال طبعا أبي بكر بن عمر هذا هو الأحمر سنرى كبرنا الصورة هاي الحملات دياله كان جهد تارودانت أغمات طبعا تال اللي هنا تادلا تادلا هنا طبعا مراكش الحملات ديال يوسف لهذه اللغو الأزرق حملات من شافيل طبعا من كان جهد من جهد مراكش تادلا أغفاس أغمات اليمسان لاحظوا بشتل الجزائر ثم هنا في الشمال هنا كنا إشبيليا قرطوبا بالانسيا السؤال هنا استخرج من النص والخريطة اسم الأمير الذي وسع الإمبراطورية المرابطة وأقصى حدود بلغتها إذن الأمير الذي وسع الإمبراطورية المرابطة هو يوسف الشافيل وأقصى حدود بلغته هي فعالية شبيليا قرطوبا بالانسيا هنا أدرس طبعا معمارا دينيا هي قبة المرابطية نعم ها هي قبة المرابطية صورة القبة المرابطية مراكش لاحظوا الأعلى ديالها العلو ديالها الدعامات اللي عندها أربع دعامات طبعا نشوفوا أعلى القبة من الداخل ثم هنا في الداخل سهريج للمياه تعتقدش مكان للوضوع ميضاء سده سأقرأ بنا المرابطون مسجد علي بن يوسف بمراكش الذي تعتبر القبة المتواجدة بالقرب منه هو المعروفة بالقبة المرابطية الشاهد الوحيد على العمارة الدينية لدى المرابطين وقد تم ترميمها مؤخرا إذن تاريخ بين أي قر السادس الهجري 12 ميلادي كملحقة بجمع بن يوسف يعني مكان للوضوع المؤسس علي بن يوسف سنة 537 1140 ميلادي هنا ألاحظ الصورة وأقرأ الجذول ثم أصف القبة المرابطة بالاستعانة بالبطاقة بطاقة مساعدة دراسة معلمة أولا تحديد الموقع طبعا ندينا هي مراكش تجميع المعلومات تاريخ البناء هذا هو عدنا هنا القرن السري هجري 12 ميلادي طبعا المؤسس طبعا هذا هو علي بن يوسف الوظيفة السابقة ثم عدنا الوظيفة الحالية كانت ميضة للوظوء الوظيفة الحالية فهي طبعا موقع أتاري يزوره السياح الشكل العام المرافق تتكون منها ثم الزخرة فسنرى هنا عدنا الإجابة إذن أصف القبة بالسعانة بالبطاقة عدنا تحديد الموقع مدينة مراكش طاريخ البناء القرن السادس هجري 12 ميلادي المؤسس علي بن يوسف الوظيفة السابقة دار للوضوء يعني ميضة ثم الوظيفة الحالية معلمة أتارية يزورها السياح الشكل العام شكل مستطيل الواجهتان الخارجتان بها نقوش غنية تكون زواياها الخارجية من 4 دعائم متينة وقوية وطولها 7 أمتار ونص وعرضها 5 أمتار ونص زيادة على 12 متر في الداخل كان سهريج للمياه و19 مكان للوضوء هذا الشي اللي قلنا هو اللي كان هنا ها العلو 12 متر طول 7.35 أمتار ثم هنا العرض 5.50 أمتار وعندها قلنا بين المرافق ديالها عندها في الداخل سهريج للمياه و19 مكان للوضوء سنرى الآن نشاط أقوم تعلم ودعم ووطن الأحداث الآتي على خط زماني باعتماد مقياس 1 سنتيمتر يناسب 10 سنوات بكتابة رقم الحادث نعم مهم عندنا مبايعة عبدالله بن ياسين كانت 1042 تولية يوسف انتشافي 1073 فتح الأندلس 1083 تولية عدي بن يوسف 1193 ونهاية المرافقين طبعا ودخول الموحدين مراقش 1147 سنرة درنا وحد خط زماني ومراحة تطور الدولة المرابطية طبعا ضروري من العنوان ضروري من السلم إذن درنا السلم طبعا 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر هنا مبايعة عبدالله بن ياسين وهنا طبعا تولية يوسف منتشافيل فتح الأندلس هذا شيء بمقياس طبعا كل 10 سنوات بسنتيمتر ثم تولية عدي بن يوسف وأخيرا نهاية المرابطين ودخول موحدين مراقش كيبقال السؤال الموالي هو أن أنجزه بحثا عن معلمة تاريخية مرابطية مسجد تيمسان وأدعمه بصغر لهذه المعلامة ها طبعا مسجد تيمسان أو جامعة تيمسان أو جامعة الكبير ثم معلومات طبعا القرية أو المديرة تيمسان دولة الجزائر تاريخ بدء بنى 1136 مدردية 530 مواصفات هالمزاح 50 في 60 متر يعني عدد المصل بلعة آلاف حصورة من 3 و 9 عدد المآدم واحدة ارتفاع المئدانات 30.15 متر النمط المعماري من الرخام الآجور زليج الخشب والجبس طبعا على الخريطة طبعا النمط المعماري من الرخام والآجور قدنا هذه مجد تيمسان هوا في نتوجة تيمسان وبنية من الحجارة والطوب والجز أما الزخارف معمارية فتشمل الرخام الجز المنحوط والمخرم والخزف والخشب إن شاء الله سأضع ملخص في علبة الوصف أتمنى أنتكو قصة فتشم